هو الهدف الرئيسي اللي هما ما يعونه ولا يعرفون إنه هذه الحملة في حال حدث هذا التعديل فنسبة الطلاقات راح ترتفع ارتفاعات كارثية شون؟ ليش؟ لأنه أوكي الرجل مثلا أو المرأة هسا إحنا أكون نساء تقول لك أنا ما أقدر أتطلق لين ما أقدر أشيل مسؤولية أولاد عشيرة وأولاد وأخاف عندنا أطراف بغداد عندنا مناطق القرى والأرياف دائما تتم الطلاقات باتفاقات عشائرية ترى هذا يرجعون الأبوهم ترى كذا ترى عشائر فتضطر أنه ترأب الصدع سواء من المرأة أم من الرجل في حال إذا صارت الحضانة سبعة بسبعة تقول لك أنا نظامنا أولادي بيني وبيني وهو يقول أنا نظام من وراء السبع سنين آخذهم ما سوينش لا خوب إذا هي تتنازل عن الحضانة من البداية وتروح تشوف طريقها ما راح يصير هذا الشي أستاذ ما راح يصير ترجمة نانسي قنقر